السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جدا مزيسيلة ملح وحلو الصيف صيف ولت الحرارة وانا محتاجين لأكلات صيفية منعشة جدا لولدتنا وحتى اللي خرجنا ببيكنيك ومشينا للبحر هذا الصندويش هذا مذكرية الطفولة ديالي انا كنا كمشيو للشمال كان سميتو صندويش هذا سميتو بوكاديوس وكنا تنتعشو به تقريبا كل الليلة منعش وصحي ولديد جدا جدا بغيت ندي وانا ندي حلقة خاصة به ونحتاج له الخضر اللي متواجدة عن نفضر عندي هنا يا بطيطة الخيار المكور الخاص حبة واحدة ديال البربا والبصلة كناخد البطاطا وكنحاول نبخرها ماشي نسلقها وهات الصفحة اللي كاتبين دبع للشاشة هي الصفحة ديالي في الانستغرام اتمنى انكم دخلو لها وتابنوا فيها تشاركوا معي لانا نعين كنحط فيها الجديد دائما وهي خاصة خاصة بالترمو ميكس والترمو ميكس كنشكر بزاف الناس اللي وضع انتقال لهم في جميع مدن المغرب وكندير لدي فريزون لعندهم مارسي مارسي بوكو اشخد الكعب بطيطة كنديها نبخرها والبصلة ممكن توحيتها نبخر ماء لانها دبعا مع الصيف والجو سخم ريحة ديالها تتبل وضغيات الدغلب نحاول نشحرها نقطعها رقيقة و نحاول نشحرها اولا كي يجي المضق احسن ثانيا طيب الهات تتبقى هي هذه و يجب ان ننهار كله نشحرها بشوية الزيت و شوية الملحة و البزار وبنسبة البيض تحتاجه ما بين 3 و 4 ديال الحبات او الا على حساب بعدد الافراد الاسرة و البيض لا يكون شيء يقصح بثافه و مسلوق بلا قياس نحن نحصل في هذه الحكاق بشكل طالي و أسرق بشكل طالي حسن نحن نحصل بشكل طالي حسن حسن لأنه يكون مسلوق و البيض كذلك نحصل البيض تعطينا لون للصندويتش تجيب الالوان و تشهي في الماكلة و تضيفها بعدما بخرجتها كيفية تبقى شادة فرصامة التجنش البيض ها هو التسلق تنزوله مباشرة كنديوه في الماء بارد والخيار حاولوا تزوله للقلب ديالو اي حاجة غدي تفزق لكم صندويج حاولوا ما تدروهاش مثلا زريعة ديال الخيار زريعة ديال مطيشة ما تدروهمش وذلك الخيار ذلك الخاص والمكور يكونوا مغسولين وناشفين مزيان هكا باش تصدويتش كي يطلع لكم زوين ما تدروش الحاجة اللي غادي تطلق لكم الماء فيه والمكورته هو تنقطعوه شرائح طولية بحال هكا والخاصته هو تنضيرو واحدة على واحدة وتنقطعوه على شكل طولي من الأحسن ما تدروش ذلك الشرقيق بزاف باش ميطحش من الصندويج هذا الصندويج هذا رائع كي يجي فيه الألوان كي يجي فيه الماء داقو خصوصا مع واحدة صلصة رائعة غادي نديرها معاه راها زوين بزاف بنسبة الهومبورجر للصندويج هنا ضروري اللي الخاص والخيار والمكور ديرهم مليحة بنسبة للصلصة كنا اخد جوج ديال الياغورت كندير له واحد تلاتة مع الكبار ديال المايونيز انا بقى ليغي واحد شوية المايونيز انا قضيت به ومعاه تنزيد شوية ديال الكورنيشون تنقطع رقيق بزاف 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 او اللي حكوه تنضيفه لهذا الصلصة وتنزيد التومة تا هي ضروري ان التومة هذه رديجة محضرها وتنزيد الفلفل الحمراء اللي عندكم فلفل الحمراء في مديروها شوية ديال زيت البلدية وكان نبدأ تنعمر لي صندويتش ديالي انا تنشري هاد الباقيت هذا ديال في نوم اللي باتي سخيتي يجبني بزاف وطايب وزوين ما فيش البابة بزاف انتم ما تقدروا الى بغيتوا تديروا الخبز ديال الدار تعجنوه ممكن تنضيفه ذاك السلصة ماشي تعمرو عا تبقوا تديروا ذاك السلصة من الفوق لا تديروا الطبقات والسلصة الطبقات والسلصة باش ذاك الخضر كلها تتقاس بالسلصة وكي يجي لديد وكان نعمرو بشهوة ديالي كنصبق اللي بغيت وانتلل اللي بغيت ندير البطاطا كل شي شيشتي والبطاطا كيفاش بقى تشت درسها مبخرة احتى اللي بغيتوا تديروا لك خوكات عماركم تسلقوا البطاطا في المدى دائما البطاطا بخروها تل شلاضة تلك كل شي ذاك البربطة تعطي اللون الخص كيعطي الخضورة طون كيعطي اللون ديالو عادي صندويتش رائع ناك نشوف داب الفيديو وغادي نضوقي له وغادي نعود ثاني نحضر لي انه منعيش وصحي بزاف كي خليكم تاكلوا الخضر وذاك البيض مسلوق تقدروا تزيدوا فيه الجاج بالعطاية ديال الشوارمة تقدروا هاتس اللي صندويتش تفننوا فيهم تزيدوا فيهم البدنجا المقلي تزيدوا فيهم القرعام سوتي وحتى البطاطا مقليا المهم لكم واسع النظار بصحة وراحة نتمنى حلقة اليوم تكون نلت الإعجاب ديالكم ما تنسوش تخليوا لي جام تشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما الجديد وشكرا بزاف على اتقالي لكم وبصحة وراحة قابل ترجمة نانسي قنقر